تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد رفع فيها سموه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة الأعياد الوطنية سائلا الله العلي القدير أن يمتع سموه بمفور الصحة والسعادة والمزيد من الرقي والتقدم والازدهار لمملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر